ما مصير زعين حزب شاس أريد رعي الذي أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة بنيامين ناتنياهو انطلاقا من كونه مدانا في قضايا جنائية قرار المحكمة الإسرائيلية أثار ارتدادات واسعة النطاق وصداما دستوريا بين حكومة ناتنياهو والمحكمة العليا على وقع تصاعد التوترات بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي فالمحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت عن قرارها إقصاء درعي بأغلبية عشرة قضاة وهو ما استدعى زيارة سريعة من ناتنياهو إلى منزل درعي لتباحث في الخطوات المقبلة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي أكدوا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات المسموح بها في إطار القانون من أجل إصلاح ما وصفوه بالمساس بقرار الناخب حزب شاس المصدوم من القرار التعسفي وغير المسبوق لحسب بيان له عده انتهاكا خطيرا لحق الاختيار والترشح ورأى أن المحكمة ألقت إلى سلة النفايات أصوات أربعمائة ألف ناخب لشاس وفيما فرض حزب الليكود حضر إجراء مقابلات على أعضائه بخصوص القرار كان موقف المعارضة بتأييد قرار المحكمة متوقعا إذا لم يعزل درعي فإن الحكومة ستنتهك القانون الحكومة التي لا تلتزم القانون هي حكومة غير شرعية ولا يعود بإمكانها مطالبة المواطنين بإطاعة القانون إذا لم يطرد أريد درعي فستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة تجدر الإشارة إلى أن نواب الكنيسة الإسرائيلي أقروا أواخر الشهر الماضي قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن بالحصول على حقيبة وزرية بينما كان القانون يحضر ذلك في السابق في تعديل استفاد منه درعي على نحو حصري وكان الأخير قد أدين العام الماضي بالتهرب الضريبي لكنه لتجنب السجن توصل إلى اتفاق مع المحكمة يقضي بأن يقرب الذنب ويدفع غرامة مالية ويتنازل عن مقعده في الكنيسة ترجمة نانسي قنقر